تتواصل فعليات معرض صنع في دميات للأثاث بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة نماذج ننكحة من أصحاب المشروعات العاملين في قطع الأثاث ويشارك في المعرض في دوراتها الحالية ما يزيد عن 70 عارضا استفادوا من خدمات الجهاز المتنوعة ويمثلون قصصا مديئة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الجديدة لليوم الثاني بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة دميات تستمر فعليات معرض صنع في دميات للأثاث بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض لطرح منتجات الأثاث بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور الحقيقة أنا أول مراجع المعرض ومفترض قد فكر أروح دميات عشان أجيب حاجات من الورش بالصدفة رأيت كده في الإعلان أن في معرض النهاردة فجيت قبلها بيوم قبل ما أجيب مع العيلة يعني لقيت أسعار كويسة جدا والحاجات دي جاية من الورش يعني التاجر الوسيط مش موجود هبأخذ حاجة كوالة عالي وبوفر اللي هو التاجر نفسه بصراحة أنا لفينا كتير وبتاع بس بصراحة لقيت هنا شغلة عالية قوي مستوى حلوة جدا وأحلى حاجة فيه إنه كله موجود في مكان واحد وبصراحة كل التصميمات عجباني جدا وخشب وأنواع طحفة يشاركوا في المعرض في دورته الحالية ما يزيد على سبعين عارضا استفادوا من الخدمات المتوفرة ويمثلون قصصا مضيئة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الجديدة الأسعار بتليها على خصومات بتوصل لغاية 40 و45 و25% حسب الشركة المحددة الخصم بتاعها العميل بدخل المعرض هنا بيشتري مرة بفضل كل مرة وكل سنة بيستنى المعرض ده من السنة للسنة اللي هو يتعمل حتى فيه السنة اللي فات عشان ما وضعه كورونا وكده المعرض ما تعملش جماعة كتير بيتصلوا علينا انتوا هتنزلوا معرض صنع في دوميات أمتى المعرض هيتعمل أمتى المعرض ما تعملش ليه ليه؟ لأن الزبون بينزل بيشتري بتليه فرق في الأسعار جامد وبتليه الشغل المتواجد معاه الشغل الضمياطي معروف بأصلته فرصة عظيمة جدا أن احنا بننزل نسوا منتجنا ما فيش حد ما بيننا مثلا أنا بدي للتاجر التاجر بدي للزبون لأنا بجي لك مباشر بدي لك منتجي بسعر مصنع تمتد فعليات المعرض على مدار عشرة أيام يفتح أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا ويضم مجموعة متنوعة من الأثاث الضمياطية الفاخر ذي السمعة العالمية